دائما تساؤلات علش هاد نسبة المشاركة الضائلة واش تفسيراتكم شوف هنالك أسباب جوهرية لعدم الذهاب إلى سنديق الاقتراع بقوة والعزوف المسجل بكل واقعية يجب أنه صارح الشعب هذا العزوف له أسباب رغم أن السيد الرئيس هناك رمزية حينما يجد رئيس الجمهورية ينتقل كشخص كمسؤول أول في البلاد ينتقل إلى مقر السلطة الانتخابية هذه لها أكثر من دلالة لها أكثر من دلالة على أساس أن عزم القاضي الأول في البلاد على الذهاب إلى انتخابات حرة وتمكن هذه السلطة بتنظيم هذه الانتخابات بكل سيادة لكن هناك أسباب وتراكمات المحيط الذي أجريت فيه العملية الانتخابية المحيط الزمني كنا هذا متعلق بالوباء وبكورونا إلى غير ذلك ما ننساوش باللي أغلب المترشحين أحزاب ولا أحرار داروا العملية الحملة الانتخابية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكنا نأمل لأنه كانت حملة ناجحة وكانت تنوع من حيث الأفكار ومن حيث ولكن فجئنا بضعف المشاركة بقراءة متأنية نقول ربما أن هناك نوع من التسرع في الذهاب إلى هذه الانتخابات كان علينا وكان على السلطة أن تهيئ الظروف سياسية والزمنية للذهاب لتلك الانتخابات وذلك بإقناع المواطن الجزائري بأن هناك أحد جديد بإقناع الشعب الجزائري بالمنظومة القانونية الجديدة التي تضبط عملية الانتخاب نحن ما زلنا مصروعين مصروعين بالممارسات السابقة ما زلنا مصروعين حينما كانت أصوات الناخبين وأصوات الشعب تغتصب من قبل القوى الغير دستورية ونمشي مباشرة إلى عملية الانتخابات بظروف جديدة ومنظومة قانونية جديدة إذن عنصر الثيقة ما زال لم يكتبل ما زلنا في طور بناء هذه الثيقة نعم وبالتالي نقول بكل موضوعية الديمقراطية في الجزائر تبنى طوبة طوبة حجرة حجرة علينا جميعا أحزاب سياسية مجتمع مدني إعلاميين سلطة سياسية سلطة المراقبة أن نرافق بعضنا بعض في جو من الهدوء لأننا بحاجة إلى الجلوس مع بعضنا البعض في حوار وطني شامل ونصارح بعضنا الوقت الصراحة هي المطلوبة في الوقت الحالي لأننا لدينا انشغالات أخرى لدينا ملفات تقيلة ما عندناش غير الملفات السياسية ما عندناش غير الملفات للانتخابات عندنا قضايا شوك الزال للمواطن الجزائري شكرا شكرا